في دراسة جديدة بتخص الستات بتقول ان الشموع المعترة أثبتت فعالياتها في تحسين الحالة المزاجية وبتقلل من التوتر والقلق وبتعزز الاسترخاء وحتى بتحسن النوم كمان الدراسة بتقول ان الشموع المعترة دي ممكن تكون أداة كويسة جدا وفعالة لتعزيز الصحة العقلية والرفاهية وده من خلال اختيار العطور اللي بتعزز المزاج وبتقلل التوتر والقلق والاسترخاء زي مثلا اللي بتبقى مثلا باللافندر الشمع اللي باللافندر أو بالياسمين أو ايه تاني كذا في كذا ريحة احنا ما بنتقبلش روايح زي بعض يعني كل حد بتلاقي في ريحة معينة هي اللي بتهدي مزاجه اللافندر ده محدش بيختلف اللافندر طبعا من الحاجات اللي هو زيت اللافندر من قديم الأزل حتى قبل موضوع الشموع والكلام ده كله كانوا يعني أنا فاكرة كانت جدتي كان في مركة كده مش عارفة أقوله بس هي مركة مصري أو معروفة وتحطه على المخدات على المخدات وعلى الملايات بتعتر بها كل أماتنا وجداتنا كانوا بيعملوا ده كانت لفندر ولأنه زيت اللافندر ليه قدرة عالية جدا على تهديئة الأعصاب عموما وده ده متفق عليها يعني الحكاية كمان أنه فيه العلاج بالروايح أروماتيرابي لأنه فيه حسب كل واحد برضو هيتقبل إيه هقولك الأروماتيرابي ده أو الزيوت دي أنا ما بختلفش عليها بس الدراسة دي أنا مختلفة شوية فيها بصراحة عندي شوية نقط كده هقولك مثلا أن اللي عندهم أمراض تنفس أو بيعانوا مثلا من حساسية في الرئة أو في الصدر عموما دي ما بتكونش الشموع دي ما بتكونش مستحبة خالص لأن هي بتخرج ثاني أكسيد كربون آه كربون آه ثاني أكسيد دراء الشمعة بالضبط القطنة نفسها الفتيل ده اللي بي مرفوز حوالين المعدن لما برضو بتولعي الشمعة بيخرج برضو زي جزائيات في الهواء برضو ما بتبقاش كويسة للرئة خالص صح ناتك حرقة أي حاجة أكيد أنه هو مدرك بس بحيث وكمان الأصعب من كده مها أنا فيه ستات تحيب بتقولك أنا جيب بقاش موعة معترة وحطها في القودة وشغلها ببراحة القودة جميلة كده وبعدم تنعس وتروح في النوم فالموضوع هي اللي بنكد فبجينا نعالج ونهدي المزاج ونلعنا في الشق ونلعنا في البيت ونلعنا في الزوج بالضبط كده فمش دايما بتكون فكرة موفقة يعني فكر إحنا هنعملها إمتى وفين وازاي يعني لو أنت عندك مناسبة رومانسية شوية مثلا أنا عاملة عاشا لطيف أنت وجوزك حط شموعة الترابيزة عظيم لو أنت عندك عزوة مثلا دعية ناس وعاشا فممكن بنحط الشموع كشكل جمالي على الترابيزة حلو لكن ما نحطهاش ونسرح انت عالفة ممكن كمان لما تبقى قعدة كده ويوم عندك وقت في اليوم فاضي مثلا بتقري كتاب أو عادة تبقى بتقري مثلا وتحطي جنبك الشمعة دي وبرضو بتدي ريحة حلوة للقودة بس يعني ما نقطرش من المسألة دي ما نطولش الوقت فيها خالص وعشان يعني نتفادى برضو الموضوع في ناس يعني أنا شخصيا موضوع الشموع مليش فيه قوي أنا ماشي على جدتي ما كان بتعمل لحد دلوقتي زيت الليفندروم تعثر السري والولادة كلام دكولة والبخور بقى البخور بقى بكل أنواع وبكل أشكاله بيدي جو وبيعمل راحة نفسية في البيت وطاقة إيجابية في البيت البخور فيه سر وسر كبير كمان فمن الحاجات برضو اللي هي بتهدي لعصابه في نفس الوقت بتدي ريحة بركة كده وخير في البيت يوم الجمعة بالزيت هاي فاكرة يوم الجمعة مع صورة البقرة وتقوس يوم الجمعة من أيام جدتنا برضو فده جميل قوي